إلى طريق مزدود وصلت العلاقات الأمريكية الصينية بهذه العبارات الواضحة وصفت بيكين مستوى العلاقات بينها وبين واشنطن بيان الخارجيات الصينية لم يخفي انزعاج بيكين من النزعة العدائية الأمريكية تجاهها في إشارة إلى أن الولايات المتحدة تنظر إلى الصين على أنها عدو متخيل أعربت الصين للولايات المتحدة على نحو أساسي عن قلقها البالغ إذا رفض منح تأشيرات للطلاب الصينيين إلى الولايات المتحدة والمعاملة غير العادلة للمواطنين الصينيين في الولايات المتحدة وتزايد المشاعر المعادية للصين ونحن نحث الولايات المتحدة على حل هذه القضايا في أقرب وقت ممكن كلام وزارة الخارجية الصينية الحازم لم يكن بعيدا عن الجو المشحون الذي عرفه الاجتماع الأمريكي الصيني في تيانجين شمال الصين بعبارات مباشرة توجه نائب وزير الخارجية الصيني تشيفينغ إلى نظيرته الأمريكية ويندي تشيرمان وحتى بلادها على وقف شيطنة الصين وتغيير عقليتها الخاطئة وسياستها الخطرة التوتر الذي شهده اللقاء مع أعلى مسؤول أمريكي يزور بيكين في عهد جو بايدن ليس الأول في نوعه في أذار مارس الماضي انحرف الاجتماع الأول في عهد بايدن بين مسؤولين أمريكيين وصينيين عن الديبلوماسية المعتادة الجانبان تبدل انتقادات لاذعة واتهامات وهو توتر لم ينجح وزيراء خارجية البلدين في إخفائه حتى أمام عدسات الكاميرات بايدن نفسه لم يخفي تصويبه الواضح على الصين منذ اليوم الأول لوصوله إلى سدة الرئاسة اشتركوا في القناة